اهم النعم نعمة العافية وحينما نقول العافية يعني كل شي نقول العافية يعني الحياة نقول العافية يعني الصحة والسلامة نقول العافية يعني الطعام والشراب والماء نقول العافية يعني المال والغنى والآمن حينما نقول عافية عافية الدنيا والآخرة تطلب من الله يعني تطلب كل شيء نعمة العافية أهم النعمة العافية نعمة الشكر على العافية ولذلك أنت تطلب من الله العافية والشكر على العافية تقول يا خالق العافية يا رازق العافية يا منعم بالعافية متفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وارزقني العافية ودمام العافية وتمام العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخر رب العالمين إذا أعطاك العافية تشكرني مرتاح إي شكرته هذا الشكر أعظم من النعمة أوزعني أن أشكر الشكر هي الحكمة الأساسية هي حكمة الحكم هي جوهر الحكم من هنا في وسط الكلام عن نعم الله عز وجل وآياته وآيات قدرته وآيات حكمته وآيات علمه ربنا يقول أفلا يشكرون لماذا تتنكرون لربكم ونعمه وقدرته مع أن هذا الشكر يزيدكم نعمة وقلة الشكر يسلب من كالنعمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر